اشتركوا في القناة بالنسبة للشمس رح تنتقل الساعة 8.29 دقيقة صباحا من صباح يوم الجمعة رح تنتقل من برج الجدي لبرج الدلو ورح تظل موجود في برج الدلو لغاية مساء يوم السبت 18.02 يعني في تمام الساعة 10.34 دقيقة مساء بتوقيت جرينج خلال الفترة ما بين عشرين واحد وثمانتاش اتنين رح يشعر موليد برج الدلو اللي انضغطوا بالفترة الماضية وتراكمت عندهم كثير من الأمور وحتى صحيا ونفسيا وماليا الآن بما ان الشمس رح توصل لعندهم معناته عيد ميلادهم وكل شخص بيجي عيد ميلاده معناته بدأ عام الجديد من هنا بنحكي عامك بيبدأ ما قبل عامك هذا هي عبارة عن تصفي وغربال وتعب وإرهاق وأمور أخرى طبعا رح تشعر بتحسن بيطرع على صحتكم بالنسبة لموليد برج الدلو تدريجيا يعني زي ما حكينا كل ما بيجي عيد ميلاد شخص هو بيشعر قبل الآخر وبتجتازوا فترة مريحة مش مثل الفترة الماضية بصورة عامة وجود الشمس في برج الدلو بيترك آثار إيجابية على موليد الأبراج الهوائية والنارية الجوزاء والميزان والحمل وطبعا أقلهم الأسد ومعدين الإيجابية للقوس أكثر الأبراج عرضة للمتاعب الصحية هم موليد برجي الحوت والعذراء وأيضا في مكاسب بالنسبة للأسد ولكن طاقتهم ضعيفة فمنحسبهم مع الأشخاص اللي ممكن يتعرضوا للتعب بالنسبة للزوايا اللي منحدد من خلالها سعادة ونحوسة الكوكب فهنا من لاقي أنه الفترة يعني بكسمها لفترتين الفترة الأولى اللي هي من الآن وحتى نهاية شهر يناير رح يكون الشمس سعيدة بسبب زاويتين الأولى الشمس مع المشتري وهي زاوية تزديس قوية جدا وطويلة كمان مدة تأثيراتها يعني بتأخذها أيام طويلة والثانية زاوية تثليث بين الشمس وبين المريخ فهدولة الزاويتين أعطوا طاقة كبيرة بالنسبة للشمس فعشان هيك من الآن ولغاية تقريباً ولتنين أو ثلاثة من شهر اثنين اليوم الثاني أو الثالث من شهر اثنين الأجواء سعيدة بالنسبة للشمس أما الفترة الثانية واللي هي الزاويتين السلبيات اللي رح يكونوا مع الشمس اللي هي خلال الشهر الثاني اللي هي أول وحدة زاوية تربيع الشمس مع أورانوس والثانية زاوية اقتران سلبية بين الشمس وزحل فهنا بتنقسم عنا لفترتين يعني من الآن اللي هي شهر واحد رح يكون إيجابي ومن شهر اثنين رح يكون في ضغطات من الشمس يعني بتعطي إيجابية ولكن برضو بالمقابل بتعطي تحذيرات فبتكونوا منتبهين لهذه النقطة وأنا رح أذكر كل برج إيش رح يستفيد وإيش رح ينضغط يعني أو إيش الإشي السلبي اللي بدو يحذر منه خلينا نشوف تأثيرات على جميع الأبراج برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بينشطوا اجتماعيا ممكن يتعرفوا على أصدقاء جدد ولكن لما يصير الشمس منتحسي ممكن يصير بعض الاضطراب في علاقاته الاجتماعية وصداقاته أو يتعرض لمنافسات مهنية هاي فترة أنا ما بعتبرها مناسبة للشراكات يعني بعتبرها فترة غير مناسبة للشراكات أهم شيء أنه يستثمر العلاقات الاجتماعية في فترة هذا الشهر برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بيستفيدوا في مجال العمل الخاصة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو اللي بيعملوا بإمكانهم أنهم يعززوا علاقاتهم بالمسؤولين وبرضو مناسبة للترفيع أو للترقي أو لمنصب معين أما في فترة انتحاسة الشمس هنا بتحتاج أنك تبذل جهد أكبر لتتخطى وتتجاوز العقابات والخلافات اللي ابتقف في طريق نجاحك أو تحقيق طموحاتك برج الجوزاء بينشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب وبيستفيدوا بالتجارة بالاستراد والتصدير وكذلك اللي عنده قضية ممكن أنه يتابعها وتكون يعني لصالحه شوي أما في حالة انتحاسة الشمس بتكون تتجنب الدخول في أي مشاريع كبيرة ممكن تعرف صعوبات في علاقاتك خصوصا مع الغرباء برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بيحصلوا على مبالغ من المال يعني هي فترة بتفتح مكاسب مالية المكاسب هاي بتيجي من شراكة أو تعويض أو ميراث أو أموال لإلك بتستردها أو بتسكر بعض الديون أو قرض بنكي أو بيجي من شريك أو من زوج يعني ممكن تأخذ هاي الأموال ولكنك بتميل للتبذير أموالك خصوصا عند انتحاسة الشمس وممكن تعرف صعوبات مرتبطة بدين أو إرث أو هناك برضو في نوع من أنواع النقص في الحيوية بيصير عندك عشان هيك ما تهمل التقلبات الصحية اللي بتصير معك راجع طبيبك إن شعرت بشيك يعني نوع من أنواع الوقاية برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد بيعززوا شراكاتهم في العمل والعاطفة ممكن يصير في فترة يعني نوع من أنواع الارتباط التقارب المصالحات شراكة جديدة ولكن في فترة انتحاسة الشمس بيصير فيه اضطرابات في علاقاتكم الزوجية ممكن مشاكل أو خلافات أو سوء تفاهم بسبب الأنانية أو أنانية الطرف الآخر أو بسبب مسائل إلها علاقة بالاعتبار الذاتي أو ممكن تجد صعوبة في إقرار وجهة نظرك حتى برج العذراء بالنسبة لما وليد برج العذراء طبعا هنا تتاح الفرصة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وبإمكان كنتك تعززوا علاقاتكم مع الزملاء بالعمل أو دعم أو تنجزوا أعمال كان صعب أنك تنجزوها بالفترة الماضية أو تحصلوا على عمل جديد ولكن في فترة انتحست الشمس ممكن تعرف وعك صحية يعني هيك شوية تأثر عليك لأيام منعتك بتكون قليلة فعشان هيك ما تهمل أي وضع صحي ممكن تعرف بعض المتاعب في أعمالك اليومية أيضا برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا الحظ بدعمكم بشكل كبير لأنه هذا البيت الخامس لإلكم في منكم رح يفرح لمولود أو لفرحة أو لشيء سعيد رح يصير بحياته بيقف الحظ معكم عاطفيا ماليا وفرصة مناسبة أيضا للنساء للدخول في الحمل أو الولادة أو يعني في أفراح ولكن في فترة انتحست الشمس ممكن يصير بعض التوتر في علاقاتك العاطفية اللي ممكن يضر بنجاحك الشخصي يستحسن تجنب المعاملات المالية أو المغامرات المالية في فترة انتحست الشمس برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا برضو إلهم فرحة في البيت أو فرحة عائلية أو طفلة جديدة أو حد مسافر برجع للبيت وبيستفيدوا في مجال السكن والعقارات ممكن يستأجروا بيت أو يشتروا بيت أو يبيعوا عقار لإلهم كان صعب أنهم يبيعوه وبرضو بإمكانهم أنهم يعززوا الروابط العائلية أما في فترة انتحست الشمس جو عائلي بسوده نوع من أنواع التوتر وبتكون مرغم على بذل جهد مضاعف ومستمر عشان تعمل توافق عائلي برج القوس بينشطوا موليد برج القوس بالتنقلات بالاتصالات بالسفر بالسيارات بالأجهزة الإلكترونية بالدراسة وفي قسم من موليد برج القوس ممكن يشتروا سيارة أو هواتف أو كمبيوترات وبيميلوا للحركة والنشاط أكثر أما في فترة انتحاسة الشمس بتميل لتبذير طاقتك بتصير تتحرك بأشياء مش ضرورية فبتبدو الجهود مع الهداعي وهذا الشيء ممكن يعني هيك بيعمل نوع من أنواع التقلب بالمزاج وبيغير توجهاتك وأهدافك وتقلبات ما بتثبت على رأي فبدك تدير بالك من هاي النقطة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا تتاح الفرصة لمكاسب مالية هاي المكاسب بتيجي من عمل إضافي أو ممكن أنك تستردوا أموال بتعودلكم أو تحصلوا على هدية أو الدعم يعني الأجواء بتصير قوية ماليا بالنسبة لكم في فترة سعادة الشمس ولكن في فترة انتحاست الشمس بيزيد طمعكم ورغبتكم في نيل الأرباح والمصاريف والتبذير وممكن تتعرض لصعوبات مالية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا ذكرنا إحنا أنه أنتوا أكثر المحظوظين في هاي النقطة تدريجيا لما ييجي عيد ميلادكم فبيبدأ تغيير الإيجابي في أكثر من مجال ولكن بصورة تدريجية حتى عيد ميلادك بس ييجي عيد ميلادك بتشعر بالفائد الأكبر من هاي الطاقة في فترة انتحاست الشمس ممكن شوي تشعر مقاومتك الجسدية ضعيفة أو بتجعلك خجول ومتردد قليل الطموح طموحاتك المالية يعني بصيبها بعض الاضطراب عشان هيك بدك تكون حذر من هاي النقاط برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هم أكثر الأشخاص اللي بدهم ينتبهوا لصحتهم ولا قراراتهم برضو أي فترة ضاغطة كل سنة في هاي الفترة لما الشمس بتوصل للدلو بتكون أصعب فترة موجودة على الحوت لأنه بيت متاعبهم هنا هاي احنا منسميها سنت الغربال أو شهر الغربال اللي انت بتغرب للأشخاص اللي بدك تطلعهم من حياتك أو الأشياء اللي بدك تلغيها من حياتك وتبدأ خطوة أو مرحلة جديدة في حياتك غير اللي كانت فهذا الشهر بيكون صعب لأنه بيطلعوا أشخاص وبتنصدم بأشخاص شوي هيك الصحة بتتقلب مع نفسية مع توتر مع أشياء زي هيك فعشان هيك بدك تتحمل هاي النقاط خلال هذا الشهر وخصوصا هي بتكون ضعيفة في فترة سعادة الشمس ولكن في فترة انتحاسة الشمس راح يكون في صعوبة في التكييف مع محيطك وحياتك العائلية ويستحسن تجنب النزاعات والخلافات بسبب قوة أعدائك لأنه أنت اللي بتكون حلقة الأضعب هيك منكون انتهينا من حلقتنا على الأخبار الفلكية والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر